خلينا روح لك لفتوح ما بين الكلام على إنه سيعتذر وخلافه وسيتنازل عن جزء من فلوسه ويقبل عودة للزمالك أو إنه جاي العقد من الاتفاق السعودي حيخرج برة أو إنه حيمضي للأهلي أو إنه يخلص نفسه من الزمالك وبعدين يبقى حر يبيع نفسه زي ما هو عايز إيه المعلومات هو ما خلق يعني فكرة فتوح حاجبها لك برضو من الاتجاهين رسميا لازال فتوح لعبا في النادي الزمالك موقوفا عن اللعب ولا يحق لأي نادي آخر التفاوض باعه حاليا لحد شهر ينايا لحد شهر ينايا ده الرسمي هل ده اللي بيحصل؟ لا طبعا هل فتوح تفاوض مع الأهلي في وقت من الأوقات؟ طبعا هل فتوح كان فيه رغبة لضمه للنادي الأهلي؟ أكيد لا تب ما زد ده رئيس نادي زد طلع قال تفاوضنا معه كنا اتفاقنا وحوقف الاتفاق لا وهو يسيبك بأمر ما احنا تكلمنا عن موضوع ده لما اللي فاتت لكن هل فتوح وقع لحد؟ لا ما ينفعش ما يقدرش ولا اتفاق مبدئي ولا بالحروف الأولى ممكن يكون اتفاقات شفاوية شفاوية مش كتابة؟ لا طبعا حتى بدون تاريخ؟ يودي نفسه في ده يوم ما هبدون تاريخ؟ ما هو ما يابا برضو يعني أصل كل الناس هتعرف أصلاها مش محتاجة يعني مش محتاجة في الآخر يعني اي نعم ممكن عندنا تمشي الكلام ده النادي بيوعدوا بيقفل عليها وخاصها الأيديك كبيرة لا هو ممكن النادي يبعط لك عربية هدية مثلا حد من المحبين من دلوقتي من دلوقتي راحت أصلا ما ياخدها وما يوقعش ما يراحت أصلا خلاص راحت العربية لكن في حاجات تانية اللي هو فتوح من حقه يروح في أي نهاية؟ لا من اللي جاب للعربية؟ إذا كانت معلومة موثقة؟ حد رجل أعمال؟ أهلاوي؟ آه آه ده هدية منه منبرا بيحاول يدري هدية؟ ما نعرفش هدية ممكن تكون هدية عجابا بالمستوى بتاع الراجل يعني مش عادي سعبا شعبا لا عادي أهلاوي حدي لعب زمالكاوي عجابا آه طيب ماشي ياكد الحاجة التانية بقى هل فتوح حيروح الأهلي دلوقتي؟ طب هو الأهلي خلص مع الراجل بتاع برامدز تقريبا يعني آه حمدي؟ حمدي حمدي وقع تقريبا تقريبا بيخلص معه أنا سمعت مسؤول من نادي برامدز إلي إحنا جددنا معاه خلاص؟ لا هو ما جددش هو جدد ولا ما يوثق العقل؟ بس خلاص ببقى ما جددش طب ما يوثقوه؟ ما رسه لما هو يقرر بقى آه فغالبا الأهلي بيخلص في حمدي يعني خلاص عايز ده آه وأنا المرة اللي فات قلت لحضرتك إن غالبا هو الأهلي عايز حمدي اي الناس بقى كلها مش واخدى بالها إن فيه علي معلول اي وإحنا هنعمل فيه لأول هو علي حيكمل ولا مش حيكمل علي حيمدي ولا مش حيمدي حيمد ولا مش حيمد اي ده راجع للنادي الأهلي وراجع لعلي طبعا لأن علي أكيد أكيد فهم من اللي بيجرح طبعا وده موطروا نفسيا إن الدنيا بقى إيه بدأت خلاص أنا مش زي الأول زي الأول خلاص فده اللي حنشوف ما أنت لازم يبقى عندك لعب واثنين وثلاثة في المكان ده بس ساعاتها علي معلول هيبقى التاني مش لقى لا وخلي بالك أنت عندك كمان الدبيس كويس جدا طالع في المكان ده وعندك الأهلي عنده إعارة اللعب من برضو بك شمال كويس جدا محمد أشرف أو لحمد شريف أبا حمد أشرف محمد أشرف فهو عنده عنده لعبة فحيشوف هو عايز يعمل إيه وحيخلص مع مين ده أكيد حيحصل هل فتوح حيروح الأهلي ولا ما فيش حد أتحدى أي حد في مصر عنده أي معلومة رسمية أو عنده أي ورقة رسمية مش حينفع عنده لما يوقع بس بالزبط كده هو ده اللي يريح الناس كلها هل